وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 236 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 116 طن السلع وأما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع وأما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 70 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات موسيقى موسيقى